اسمي حسن النيفي موليد 1963 من منطقة منبج تابع لي محافظة حلب احمل اجازة في اللغة العربية وادابها من جامعة حلب معتقل سياسي سابق اعتقلت عام 1986 لما اعتقلت كنت طالب بكلية الاداب بالسنة الرابعة بجامعة حلب واعتقلت من المدينة الجامعية يعني الساعة 11 بالليل اجوا الامن اجوا المخابرات طوقوا الوحدة السكنية ففاتوا على غرفتي واعتقلوني طبعا انا بكلت اعرف ليش من البداية قالوا لي شغلت ربع ساعة يعني حتى تيابي ما خلوني يلبسها بشكل جيد طبعا لما طلعت برة وشفت الامن وحاملين سلاح ومتوقين المدينة الجامعية فعرفت ان الموضوع مو مسألت ربع ساعة امضيت خمس سنوات في سجن حلب المركزي واربع سنوات في سجن عدرة هذه الفترة تسع سنوات هي صحيح يعني مرحلة قاسية من السجن ولكن قياسا بالمرحلة الأخرى اللي هي في سجن تدمر العسكري ربما تكون أسهل بكثير امضيت في سجن تدمر ست سنوات وهي ست سنوات الأخيرة من المعتقل سجن تدمر لا يمكن المقارنة بين وبين أي سجن آخر أي سجن مدني فهو من أقدر السجون ومن أسوائها في الشرق الأوسط بشكل عام يعني النظام ما بيأخذ حدا على سجن تدمر إلا إذا كان دمه مهدور للتصفية فلذلك لا يوجد أي مسئولية على السجان أو على الجلاد إذا قتل أي سجين أو إذا مات أي سجين تحت التعديل عمليات الإعدام كانت كل أحد وأربعة طبعا ممنوع نحن نطلع أو نشوف ولكن لما يصيحوا للمعتقلين يأخذوهم من المهاجة اللي محكوم عليهم بالإعدام نعرف أن يرايحين على الإعدام كثير من زملائنا كانوا ينظرون من ثقوب الباب ويرون خشبات المشانق لما تنصب وكيف تكون حالات الإعدام العساكر اللي كانوا يخدموا بسجن تدمر في منهم كثير طلعوا وكانوا يتحدثوا وأحيانا نسمع أصواتهم أنه بعد ما يعدموا المعتقلين كانوا يجمعوهم في سيارات وكانوا ينبسطوا لأنه يأخذوا مهمة مهمة مالية عليها اللي كان يموت من المعتقلين سواء تحت التعديل أو يتم إعدامه وكانوا يأخذوه على منطقة لا تبعد يعني كيلومترات عن سجن تدمر اسمها وادع ويطة كانوا يلقوا بحفر مقابر جماعية ويتخلصوا منه يعني التعذيب الجسدي أو مفردات التعذيب الجسدي لا يمكن أحصاها بسجن تدمر سجن تدمر يعني التعذيب هو في المأكل والمشرب والمنامة والقتل حتى ما عندما تجلس بهالشكل هذا ففي شيء عم بعذبك هو حالة الخوف حالة الخوف الدائم اللي كنا نعيشها فلكن يعني هي الأحداث كثيرة جدا والوقائع يعني وقائع التعذيب ولكن اليوم اللي لا أنسى على الإطلاق كنا في سنة 98 كانت في شهر آب 98 كانت الصيف حار جدا كانت صيفية مميزة كنا في مهجع صغير عددنا 58 واحد بالضبط المهجع الصغير من كثر الحر العرق صار يسيل على الحيطان في مرضى معنا مرضى حالات ربو حالات يارقان بدون يختنقوا ما عندهم بخاخ ما عندهم أي دواء فبدون يختنقوا تماما فاضطرينا ندق الباب ونقول للسجان أن في عنا مرضى بدون يختنقوا أو كذا فقال ماشي الحال يجونا الساعة 8 المساء سرية التأديب كلها يعني الشرطة العسكرية حاملين الهروات وحاملين الكبال فطالعونا قالوا طلعوا نفسهم فحطوا المرضى زدتوهم على الأرض يعني ونحن شلحونا تيابنا عارين يعني وبلشوا فينا قتل يعني وعلى ظهورنا وعلى أجسادنا لمدة تقريبا القتل استمر ساعة يعني أحيانا فترة التعديب لما تكون خمس دقائق أو عشر دقائق أو كذا ممكن الإنسان يتحملها يعني ولكن تستمر ساعة عددهم كان كتير شيء خمسة عشر أو عشرين واحد ونحن يعني كل واحد أخذ خمسة ستة وصار يقتل فيهم